سهلاً فيكم يا أول معنا من جديد، إن شاء الله حنراجع اليوم بمادة رياضيات، حناخد ونراجع مع بعض درس العد القفزي 2،5،10، هنراجع مع بعض درس العد القفزي 2،5،10، هلأ شو يعني العد القفزي؟ العد القفزي ممكن يكون 2،5،10،2 يعني أنا كل مرة بزيد 2 بشكل متكرر،5 يعني كل مرة أيضاً بزيد 5 بشكل متكرر،10 كل مرة بزيد 10 بشكل متكرر. هلأ بدنا ناخد مع بعض أمثلة على العد القفزي 2، يعني كل مرة بدي أزيد 2، كل مرة بدي أزيد 2، يلأ خلينا نبلش سوا عشان نتمكن أكتر من درس العد القفزي. كان عبد الله يستعد للخروج مع أصدقائه لنعد سوية كم حذاء لديه بالعدد 2 بشكل متكرر، يلأ بدنا نعد ونزيد 2، نبلش مع بعض 2، 4، 6، 8، 10، إذن لاحظوا أنه قمنا بالعدد وزيدنا 2 بشكل متكرر حتى وصلنا لأي عدد يا أول للعدد 10، يعني أنا كل مرة بزيد 2، نشوف كمان مثال، عنا مرح فتاة تحب أن تصنع الحلوة المزين بالكرز اللذيذ، بدنا نعد مع بعض سوية وبتنا نزيد كل مرة 2 عشان نشوف كم حبة كرز رح تستخدمها مرح بصنع الحلوة. خلينا نبلش العد سوية بزيادة العدد 2، يلأ 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 16، 18، 20، إذن قمنا بالعدد وزيدنا 2 بشكل متكرر حتى وصلنا إلى العدد 20، كل مرة زيدنا 2 حتى وصلنا يا أول عدد 20، خلينا نعد مع بعض 2 سوية بشكل سريح حتى العدد 20، يلأ نبلش، نبلش سوى لحتى نوصل إلى العدد 20، 2، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، اثنى عشر، أربعة عشر، ستة عشر، ثمانية عشر، عشرون طيب، هلأ كيف إحنا بدنا نمثل العدد 2 على خط الأعداد يا أول، بدنا نقفز 2 بشكل متكرر على خط الأعداد، يعني كل مرة أنا بدي أقفز قفزة، يعني نبلش يلأ، اثنان، اثنان، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، اثنى عشر، أربعة عشر، ستة عشر، ثمانية عشر، وعشرون، هذا العدد نسميه العدد القفزي 2، طيب خليني نشوف أمثل على العدد القفزي خمسات يا أول، نشوف ننزيد خمسات بشكل متكرر، يلأ، سيتحرك القطار، ولكن قبل بدء تحركه يا أول، بدنا نحط كل خمس حيوانات في مقتورة، وبدنا نعد خمسات عشان نشوف كم عدد الحيوانات التي رح تكون موجودة في القطار أو التي سوف تركب القطار، إذن بدنا نزيد خمسات بشكل متكرر، يلأ، خمسة، عشرة، خمسة عشر، عشرون، خمسة وعشرون، ثلاثون، خمسة وثلاثون، أربعون، خمسة وأربعون، خمسون، خمسة وخمسون، ستون، خمسة وستون، سبعون، خمسة وسبعون، ثمانون، خمسة وثمانون، تسعون، مئة، إذا كل مرة زدنا العد، خمسات حتى وصلنا للعدد مئة، إذن في القطار مئة حيوان، مئة حيوان، إنه كل مرة زدنا خمسات بشكل متكرر حتى وصلنا إلى العدد مئة، طيب، كمان مثال، كان عامر بحب هواية التسلق للجبال، بدنا نعد خمسات حتى نساعده في الوصول إلى أعلى الجبل، يعني إلى القمة، خمسة، عشرة، خمسة عشر، عشرون، خمسة وعشرون، ثلاثون، خمسة وثلاثون، أربعون، خمسة واربعون، خمسون، خمسة وخمسون، ستون، خمسة وستون، سبعون، خمسة وسبعون، ثمانون، خمسة وثمانون، تسعون، خمسة وتسعون، مئة، مئة إذن عدينا كل مرة خمسة بشكل متكرر حتى وصلنا إلى العدد مئة حتى وصلنا إلى العدد مئة طب كيف بدنا نمثل العدد خمسات على خط الأعداد بدنا نقفز خمسات بشكل متكرر على خط الأعداد يا أول خلينا نشوف مع بعض يلا خمس عشر خمسة عشر عشرون خمسة وعشرون ثلاثون خمسة وثلاثون أربعون خمسة وأربعون خمسون خمسة وخمسون ستون خمسة وستون سبعون خمسة وسبعون ثمانون خمسة وثمانون تسعون مئة طب خلينا نحكينا نمثل العد خمسات على خط الأعداد يلا خلينا نشوف مع بعض نقفص خمسات على خط الأعداد يعني كل مرة بدنا نزيد خمسة بدنا نقفص خمسة يا أول يلا خلينا نبلش خمسة بعد الخمسة يا أول لما بدنا نقفص خمسة وكمان خمسة قده بتصير عشرة خمسة عشر عشرون إذن هيك إحنا قفزنا خمسات خلينا نشوف أمثلة على العد القفزي عشرات كان الصاروخ يستعد للانطلاق في رحلة فضائية بدنا نعد مع بعض عشرات حتى نساعد الصاروخ على التقدم بدنا نعد عشرات عشرون كل مرة بزيد عشرة يا أول انتبهوا ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون مئة إذن يا أول أنا كل مرة يا أول مثل ما انتوا شايفين أنا كل مرة قفزت كم قفزة؟ عشر قفزات حتى وصلت إلى العدد مئة أنا زدت عشرات بشكل متكرر حتى وصلنا إلى العدد مئة عشرة عشرون، ثلاثون، أربعون، ثم خمسون حتى العدد مئة إذن العد القفزي أول ممكن يكون اثنينات كل مرة بزيد اثنان بشكل متكرر، خمسات كل مرة بزيد خمسات أيضا بشكل متكرر، وعشرات أيضا بزيد عشرات بشكل متكرر. جزي أول خمسات للعدد خمسة وعشرون، يلا خمسة، هاي أول، خمسة يا أول، عشرة، خمسة عشر، عشرون، خمسة وعشرون، أنا قفزت هون يا أول، خمسات بشكل متكرر، يعني أول مرة قفزت خمسة، بعدين زدت كمان خمسة، كمان خمسة لحد ما وصلت إلى العدد عشرون، لحتى وصلت إلى العدد عشرون، طيب خلينا نقفز هلأ عشرات من صفر لثلاثين، يعني كل مرة بدنا نزيد عشرة، نزيد عشرة، إذن صفر، أول إشي، عشرة، يا أول، بعدين عشرون، بعدين يا أول، ثلاثون، إذن أنا هون زدت عشرة بشكل متكرر، عشرة بشكل متكرر، هذا يسمى العدد القفزي، عشرات، يعني أنا كل مرة بزيد على خط الأعداد عشرات بشكل متكرر. هيك حصتنا لليوم ومراجعتنا لليوم للعدد القفزي انتهت، يا رب قدرنا إنه اتمكننا أكتر وفهمنا أكتر درس العدد القفزي، إن شاء الله بنلتقي فيكم الحصة الجاي بمراجعة جديدة بمادة رياضية، يعطيكم العافية.